بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمهل من عصاه وإذا سأله من فيض جوده أعطاه أعد الجنة لمن وحده واتقاه وأعد النار لمن أشرك به وعصاه وقدر لعباده فلا مغير لما قدره وقضاه فمن توكل عليه حق توكله كفاه ومن فوض أمره إليه دبره وهداه أحمده سبحانه في علاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تنزه عن من سواه وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه واجتباه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد فيا إخوتاه حديثنا في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله عن عبادة قلبية عظيمة هي نقطة انطلاق السائرين ومبدأ طريق السالكين ومفتاح استقامة المائلين وأول خطوات العائدين إلى الله رب العالمين لا شك أنكم عرفتموها إنها التوبة ثوب الصالحين ورأس مال الفائزين ورحمة الله بالعصات المسرفين وباب الولوج إلى محبة الله رب العالمين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أيها الأحباب التوبة مأخوذة من تاب وكلمة تاب في اللغة العربية تعني عاد ورجع وأناب كأن الأصل أن تكون دائما مع الله لا تفارقه وكيف تستطيع أن تفارقه ووجودك مستمد من وجوده وحياتك وبقاءك ورزقك وهدايتك وكل ما بك من خير فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ماذا تكون أنت لولا الله أنت أيها الإنسان الطويل العريض الذي يمشي في الأرض مرحا يا من يثني عطفيه ويصعر خديه يا من تنتنه العرق وتؤلمه البقه وتقتله الشهق ماذا أنت لولا الله أنت بغير الله صفر لا تساوي شيئا لهذا يجب أن تكون دائما مع الله فإذا شارت أو ابتعدت عن الله بالذنوب والغفلة فلا بد أن تعود أن ترجع إلى بيتك الأصلي فذلك هو التوبة اسمع معي يا أخياه المحب لمولاه اسمع هذه القصة التي ذكرها الإمام بن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين حكاية وقعت لأحد العارفين العابدين حدث له جفاء وقسوة قلب وابتعاد عن ربه ومولاه فخرج يوما في بعض السكك فرأى بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده حتى خرج فأغلقت الباب في وجهه ودخلت فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي أخرج منه ولا من يؤويه غير والدته التي طردته فرجع الطفل مكسور القلب حزينا فوجد الباب مقفلا فتوسده وضع خده على عتبة الباب ونام فخرجت أمه فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول يا ولدي أين تذهب عني ومن يؤويك سواي ألم أقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك والشفقة عليك وإرادة الخير لك ثم أخذته ودخلت لا إله إلا الله ما أعظم هذه الرحمة ولكن أين هي من رحمة الله التي وسعت كل شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها لقد فهم العابد بأنه لا بد أن يرجع إلى بيته كما رجع الصبي إلى حضن أمه نعم كلنا ذلك الصبي لا بد أن نعود إلى حضن الطاعة والتوبة والإنابة إلى الله معاشر المؤمنين التوبة هي الرجوع بعد شرودك هي العودة إلى الله بعد بعدك عنه ترجع إليه تقف على بابه وترتمي في أعتابه وتقول كما قال آدم وحواء ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فمن فضل الله علينا أنمن علينا بالتوبة فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ليس عجبا أن يذنب ابن آدم فقد عصى آدم أبو البشرية ربه وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى انتهت معصية آدم بالتوبة وهكذا ينبغي أن تنتهي كل معصية يقترفها أبناء آدم فهل أنت مستعد الآن أن تقلع عن ذنب تفعله والله يعلمه هل أنت مستعد أن ترجع اليوم إلى الله وترجع الحقوق والمظالم إلى أصحابها أم أنك تقول هذا كلام جميل وسوف أتوب وسوف أعود وسوف أرجع إلى ديني انتبه يا عبد الله فمن بين أخطر العوائق في طريقنا إلى الله وأشد الحجب التي تحجب قلب المؤمن عن التوبة مشكلة التسوير وطول الأمل واستبعاد الموت حتى قال بعض السلف سوف جند من جنود إبليس هذه الكلمة من ثلاثة أحرف لكن بأسها شديد فهي وسيلة من وسائل إبليس في صرف المؤمن عن التفكر في الآخرة وإحداث التوبة يقول لك تمتع بالحياة العمر بين يديك عندما تقول سوف أتوب سوف أترك تلك المعصية في رمضان القادم أو في مطلع العام أو في عيد ميلادي فاعلم أن إبليس قد سخر منك جعلك تضرب موعداً مع الآجال التي ليست بيدك فإنك لا تدري متى تنقضي أيامك وتنقطع أنفاسك المؤمن إذا هبت على قلبه رياح الإيمان لا يقول سوفا إنما يقول الآن الآن كما قال الفضيل بن عياد وكان قاطع طريق تصلق الجدار وأراد أن يسطو على الدار فسمع قارئاً يقرأ القرآن ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فقال بلى يا رب آن الآن آن الآن فأصبح قاطع الطريق شيخ الإسلام اسمعوا يا سادة يا كرام كيف ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلى من نبلاء وماذا قال عنه؟ قال عنه الإمام القدوة الثبت شيخ الإسلام المجاور بحرم الله سبحان الله لص يصبح عالماً هذه هي ثمرة الصدق مع الله وأنت يا مغرور ما زلت تقول سوف سوف سم زعاف وصفه لك إبليس اللعين ليصدك عن رب العالمين قال أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين عن المسوفين المسوف يلهو عن ذكر الموت فلا يقدر قربه فإن خطر له في بعض الأيام وفي بعض الأحوال أمر الموت والحاجة إلى الاستعداد له قال سوف ووعد نفسه وقال الأيام بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب فإذا كبر فيقول إلى أن تصير شيخاً فإذا صار شيخاً قال إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيعة أو ترجع من هذه الصفرة أو تفرغ من تدبير هذا الولد وتزويجه وتدبير مسكن له أو تفرغ من قهر هذا العدو الذي يشمت بك فلا يزال يسوف ويؤخر ويخوض في شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل عشرة أشغال أخر وهكذا يؤخر يوماً بعد يوم ويفضي به شغل إلى شغل بل إلى أشغال إلى أن تختطفه المنية في وقت لا يحتسيبه فتطول عند ذلك حصرته وأكثر أهل النار وصياحهم من سوف يقولون وَا حُزْنَاهُ مِنْ سَوْفَا وَا حُزْنَاهُ مِنْ سَوْفَا تأملوا مع هذا المشهد البائس الذي يرويه لنا القرآن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمُوا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب أقلع فيها عن المعاصي دقائق أتوب فيها عن عقوق الوالدين دقائق أرد فيها المظالم والحقوق لأصحابها دقائق أؤدي فيها صلاة هذا اليوم سبحان الله كانت أمامك الشهور والأعوام كل هذا لم يكفك وهنا يأتي الرد الإلهي الحاسم ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون هذا حال من خسر رأس ماله وهو العمر إذ لا عمر بعد انقضاء العمر ولا تأخير إذا حل الأجل فسارع أخي الحبيب إلى التوبة فالتوبة واجبة على الفور تب قبل أن يحضر أجلك وينقطع أملك تب قبل أن تندم يوم لا ينفع الندم تب قبل أن تتراكم الذنوب فتختنق تحت ركامها وتحت أنقاضها فالمعاصي جراح ورب جرح وقع في مقتل تب قبل أن تغرب الظلمة والسواد على قلبك فلا يقبل المحو تب قبل أن يسبقك المرض أو يعاجلك الموت فلا تجد وقتا أو مهلة للتوبة أيها الغافل أيها الغر أما تنفعك العبر أما عصيته وسطر إلى متى لا تعرف قدر من قدر خرب رحيلك وأنت في خطر قم يا عبد الله فابسط لسان الاعتذار وأظهر لمولاك الافتقار تجوع بالنهار وقم بالأسحار ترى عجبا من الملك الجبار يناديك ويدنيك عبدي إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة أنا غفار الذنوب أنا ستار العيوب أنا من يرحم الباكي الندوب أي فضل عظيم كهذا أي فرصة ذمينة كهذه فرصة للتوبى فرصة للأوبى فرصة للتطهر قم الآن أجب داع الرحمن افتح قلبك للإيمان إخوة الإسلام أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من التائبين حقا المنيبين صدقا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد مسك الختام ولبنة التمام وعلى آله وأصحابه حماة الإسلام وسادة الأنام وسلم تسليما كثيرا وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله